لو انت بتشتكل من حموضة باستمرار ولما تاكل الاكل يتعبك هنا ويبقى في حرقان وبيطلع على صدرك التعب اللي احنا عارفينه بتاع المعدة ده فقبل ما تدور على جرسومة المعدة وتمشي في المشوار ده وتقعد تقول الجرسومة تعالجت وبعدين رجعت رد التاني الجرسومة ما تعالجتش الاول زبط نمط حياتك الاول الاول ما تكلش حادق ما تكلش مخلل ما تكلش حاجات بتحرق ما تشربش بيبسي ما تشربش شاي كتير ما تاخدش حاجات حامضية كتير زي اللامون والنعناع والحاجات دي ولو وزنك زيادة نزله ولو بتدخن بطل تدخين الحاجات دي مهمة جدا جدا يمكن اهم من جرسومة المعدة مش نقعد ندور على جرسومة المعدة وخلاص ومسال حي انا كانت بدأت تجيلي التهابات في جدار المعدة وحموضة باستمرار مع الاكل وابتدي تاخد ادوية بتاعت الحموضة وفعلا بطلت المخلل والترشي ده تماما كنت باكله كتير جدا مع كل وجبة وبعد اسبوع تقريبا لقيت ان الحموضة دي بدأت تقل كتير وبعد اسبوعين ما بقيتش ااخد ادوية حموضة خالص في البداية الموضوع كان صعب انا متعود اكل كل حاجة بترشي او بمخلل لكن مع الوقت اتعودت الموضوع بقى عادي جدا جدا فما تدورش على الجرسومة وزبط نمط حياتك الاول والله نمط الحياة ده بيفرق جامد جدا جدا عشان تعرف معلومات اكتر شوف القناة بتاعتي على اليوتيوب اسمها طبيب البطن العام